اتهمت عارضة الأزياء الأمريكية السابقة ستيسي ويليامز المرشحة الجمهورية للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب بالتحرش بها في عام 1993 وهو ما نفته حملته الانتخابية بشدة ووفقاً لصحيفة الغارديان البريطانية فإن ويليامز زعمت أنها التقت ترامب في عام 1992 من خلال الملياردير الأمريكي جيفري إبستين الذي وجد ميتاً في السجن أثناء محاكمته بتهم تتعلق بالاعتداء الجنسي على فتيات والولع الجنسي بالأطفال ذكرت ويليامز أنها زارت مع إبستين برج ترامب في ربع 1993 حيث عنقها ترامب ولمس جسدها بصورة غير لائقة مما جعلها تشعر بالذهول في تلك اللحظات بينما كان ترامب يضحك مع إبستين كما شاركت ويليامز مع الغارديان بطاقة بريدية تظهر منزل ترامب في فلوريدا تحمل عبارة استايسي هذا هو منزلك البعيد مع حب لك دونالد بعد الحادثة أشارت ويليامز إلى أنها شعرت بالشمئزاز من إبستين وانتهت صداقتهما بعد فترة قصيرة في المقابل ردت متحدثة حملة ترامب الانتخابية كارولين ليفت على هذه الاتهامات في بيان مكتوب معتبرة إياها لا أساس لها من الصحة وأكدت أن هذه الاتهامات جاءت من ناشطة سابقة تعمل لصالح باراك أوباما وأن توقيت الكشف عنها يتزامن مع الحملة الانتخابية للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس مما يجعلها تبدو كقصة مختلقة تأتي هذه الاتهامات في وقت حاسم قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر